السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله راح نكمل الانفلميشن في المحاضرة الثانية نهاية المحاضرة الاولى وين وصلنا وصلنا احنا نحكي عن الtypes of inflammation او الموفورجي of inflammation واخذنا السرس والفبريناس انفلميشن ان شاء الله سرح نكمل ويا السابيراتف او البيوريونت انفلميشن والألسر type of inflammation السابيراتف او البيوريونت انفلميشن شنو الكارستريستيك افت الكارستريستيك اوف البيوريونت انفلميشن هو البروديكشن اوف لانجومونت اوف باس او بيوريونت اوكزوديت طبعا البيوريونت اوكزوديت والباس احنا شرحناه بالمحاضرة السابقة شنو اللي يمتاز بهذا الباس او البيوريونت اوكزوديت يمتاز بوجود نيوتروفير ونيكروتك سيلز اضافه الى الاودامي فلود النيوتروفيز هي عبارة عن نوع من أنواع الـ White Blood Cells المسؤولة عن الأكيوت انفكشن وإلى آخره يعني هي تكون موجودة بالأكيوت انفلميشن والنكروتك سيلز هي اللي ناتجة من الانفلميشن يعني مثلنا المكان صار بي انفلميشن فمادت الخلايا ليهنانا صارت نكروتك سيلز أضافه إلى الأودومة فلويد لأنه قلنا من علامات الانفلميشن أنه هو يصار اكسلافازيشن أو الفلويد وإلى آخره يصار عندي أودومة فهي مكونات البس أو الـ Purulent Exudate أقوى أنواع معينة من أنواع البكترية اللي هي رح يسوي لي هذا التايب من الانفلميشن هاي يسموها الـ Pyogenic أو الـ Pass-Producing Bacteria منه أشهر الأمثلة على هاي الـ Pyogenic أو الـ Pass-Producing Bacteria الـ Staph aureus والـ Stryptococcus pyogen والنيمو كوكاي والغونو كوكاي والمنينجو كوكاي والإشريشة كلها هل أنه أنتم مطلوب من عدكم تحفظوهم كلهم؟ هو أنتم مطلوب من عدكم تحفظوهم بس يعني كفتشي تبسيطي أو شون تحفظوهم هو يعني تقريبا أغلب البكتريات اللي هم يكونون الكوكاي مثل الـ Staph, الـ Strypt, النيمو, الغونو والمنينجو والإشريشة كلها والإشريشة كلها الوحيدة اللي تكون باسيلاي بعدين إن شاء الله تعرفون شنو فرق بيناتهم هم هذورين يكونون بس Producing Bacteria الـ Common Example of Acute Sepurative Inflammation هو l-Acute Sepurative Appendicitis شنو هذا l-Acute Sepurative Appendicitis؟ أكيد أنتم سامعين بالتهاب الزائدة الدودية أكو نوع معين من عدها اللي هي تكون بالـ Acute Stage اللي هي أول ما يصر الـ Inflammation يكون اسمه l-Acute أو Sepurative اللي هو من نشيد الزائدة الدودية أمار شخص نلقاها مليانة بالـ BAS الباس اللي هو عبارة عن Purulent Exudate المتكون من Neutrophil و Necrotic Cells وأوديما Fluid وطبعاً الباس على طول يكون لونه أصفر أكيد أنتم همين شايفين مثلاً إذا صار عدكم حب شباب أو شيء بوجهكم وتصير هاي الفتشيل الأبيض أو اللي تطقوها الحباية تطلع من عدها أصفر هذا الأصفر هو عبارة عن الباس Purulent Inflammation هاي عدنا Appendix نسوي لها Excision نطلعيها من بطن المريض هنا قبل ما يفتحوها وهاي هنا منفتحوها هذا هو الباس هذا الفتشيل اللي لونه أصفر وهذا الباس هاي عدنا هاي صورة اتوضحني Microscopic Feature of Appendicitis طبعاً هسا أنتم ما رح تفتهمون شيء من عدها لذلك رح نشوف صورة Normal Appendix أو Chronic Mucosa ونشوف l-appendix wall والميوكوزة بحالة ال-appendicitis على مدة فرق بيراتهم هسا هذا الشكل الميوكوزة والصابي ميوكوزة والسروزة of l-coron wall هسا هذا l-coron wall هو يشبه l-appendix بس هو يعني مو بالضبط نفس l-appendix أو كتغيرات بسيطة بس احنا رح ناخله كأنما هو نفسه خلي نشوف Normal Normal إنه هذا هو مقطع عرضي للنسيج بدي نشوفه تحت المايكروسكوب وهذا المفروض هنا بالنص channel human اللي هو المكان أو الفراغ اللي تكون بالcontent وهنا لدينا ال-wall هذا ال-wall متكون من عدة ليارات أول ليار اللي هي اسمها الميوكوزة ثاني ليار اسمها صبي ميوكوزة ثالث ليار اسمها المسكولار السبروبريا وأخير ليار اللي هي تمثلي شون الأدوانتيجية بس هي السروزة اسمها زين هاي الليار الأولى اللي هي متكونة من epithereal cells وهاي الليار الثانية اللي هي متكونة من الصبي ميوكوزة اللي تحتوي على السيزة المختلفة وهاي الليار اللي هي المسكولار السبروبريا تتكون من the smooth muscles وآخر الليار اللي هي ال-connective tissues اللي يسوي دي الليار الأخيرة ال-wall off ال-colon وال-appendix هسا هذا نورملي الريد نشوفه هسا هاي نورملي ماكو أي infiltrated lymphocyte أو غيرها من ال-leicocyte هسا رح نشوف صورتها في حالة ال-appendicitis شون نصير هسا هاي صورة ال-appendix في حالة ال-appendicitis حالة ال-appendicitis دي نشوف إنه شون ال-wall كلية هو متغير قبل شوية شون شوفنا إنه هو نورمال ومرتب وما بي هاي الهوسة هسا خلي نجي وحدة وحدة أول شي هذا لليومن المفروض يكون فارغ دي نشوف مليان الفتشي هذا الفتشي هو عبارة عن البص اللي هو متكون من هاي الليمفوسايت الأقصد ووجود أيضا حتى ممكن red blood cells وموجود أكو sloughing off الميوكوزة فنتنشوف نيومن أصلا هو مليان الفتشي اللي هو هذا يعتبر ودنشوف إنه هاي الميوكوزة ماتد شون صار بيها تغير صار بيها sloughing بحيث إنه هي ما صار continuous يعني صار losing بيها الميوكوزة ودنشوف هذا الwall كليته عبارة عن أشياء cells صار بيها infiltration منافس قبل شوية اللي هو كان بس وردي وأبيض لا دنشوف إنه أكو proliferative cells مثلا lymphocytes ونيوترو فيزو وإلى آخر فإحنا مجرد ما نشوف هاي السيالز الزغيرة اللي صار بيها infiltration هذا يعبار عن leucocytes إضافة إلى أنه هاي تعتبر blood صار appendicitis شون رح يصير الwall وشون اليوم مليان بالبس أضافة إلى الميوكوس هي صار بيها sloughing or discontinuation فننشع على هاي صورة هذا السيالز هو كل شو واضح من ين جاي بس نفس الفكرة أنه تنشوف هاي الأشياء السيالز اللي صار بيها infiltration هذان بنفس الجيات أضافة إلى أنه إذا نكبر هنشوف هذان اللي لونهم مرضي هذان يتعتبر كلية leucocyte infiltration للwall of appendix أضافة إلى أنه هنان صار أكو accumulation of cells بداخل اليوم هذان شون هاي cells هاي تعتبر neutrophils وليكوس الأخرى اللي تسوي الpurulent exudate هنان همين نشوف هاي الميوكوز المفروض هي هاي تكون continuous هنان صار بيها losing وصار بيها نكروسس ورايحة بسبب الinflammation وهذا الwall كل عبارة عن infiltrative cells اللي هاي لما نكبر صورة راح نشوف هم هي cells اللي هي متمثلة بيه lymphocytes و neutrophils اللي هي تكون لونها مائل الوردي pink eosinophilic والlymphocytes اللي هي يكون لونها على بنفس جي البربل أو بيزوفilic هنانا هاي structure يمثلي الفيولاي مثل ما شفنا بالمحاضرات السابقة مثلا شون اللي يميز اللاي اللي يميز اللاي هو وجود فشي اسمه الفيولاي الفيولاي هي ما موجودة بأي مكان بالجسم غير باللاي فمن نشوف هذا structure هذا اكيد مية بالمية احنا جاي بيها من اللاي وهي الفيولاي الفيولاي المفروض هاي بالنص ما لاتها ما بيها اي شي لكن بالنص جدي نشوف انه صار اكو infiltration هاي السيلز اللي هي white blood نفس ما شفنا تشبه هاي السيلز اللي موجودة هنانا فوجود هاي الwhite blood سيلز دليل على انه اكو هنانا exudation ووجودها يدل على وجود inflammation او acute inflammation اللي هو في حالة البرونكو نيمونيا طبعا هذا البيشن من يقوح رح يطلع ويا سبيوتم هذا سبيوتم سببه هو وجود هاي الexudate البص اللي موجود بداخل البولاي من يقوح رح يطلع يوصل يعني للحليق للبلعوم بعدين للحليق ويطلع برا على شكل سبيوتم عدنا الابسس اللي هي همين احد امثلة الpeuterine exudate او الpeuterine inflammation من يصر عندي infection يكون localized بقان معين مثل ما قلنا انه شخص اللي طلعت لحب شباب او شي ممكن يتطور يصرف شي اسم فرنكل هاي اللي كبيرة هاي تكون مديانة من جواها بمادة اللي هي تكون لونها اصفر او تكون بلود ممكن اصفر او تكون بيها لون احمر اللي هو مع البلود شنو ساير بيها ساير بيها acute infection موجودة بيها neutrophils موجودة بيها necrotic cells شنو اللي راح نشوف راح نشوف انه اكو deep seeding of biogenic bacteria into the tissue ايضا من الحل اللي راح نشوف اكو بيكترية فهيسا عرفنا انه اصلا هي اللي هو يكون متكون من ويتكون من ال neutrophils ويتكون من نيكرو تك cells هي نفس اللي راح تكون لال abscess لان هي عبارة عن مثال ل exudative inflammation عادة ايضا يوجد zone of preserved neutrophils around this necrotic focus and outside this region vascular dilation and fibroblastic proliferation occur indicating the beginning of repair هذا شنو يعني الحاج من احنا نفتح البص هاية اقصد نفتح هاي الابسس وناخذ من عدها عينة ونشوف ها تحت المايكروسكوب شنو رح يكون شكلها يكون بالنص اكو necrotic area يعني منطقة فادمرة متدمر ورايحة يعني صار كليتها necrotic cells اضاف الى وجود neutrophils ووجود الفلود هاي مال اودمة لكن دائر مدائرها ينبغى اكو region of vascular dilation يعني دائر مدائرها بالمنطقة النورمل دي نشوف انه بيها vascular dilation يعني اللي هي fibroblast يصير بيها proliferation بهاي المنطقة على مو تشتسوي بالمنطقة اللي دائر ما دائر المنطقة اللي صار بيها necrosis حتى تسوي تعويض وتجدد المنطقة اللي صار بيها necrosis و losing زين in time the abscess may become walled off and ultimately replaced by connective tissue يعني مرور الوقت هاي fibroblastic proliferation رح يسوي connective tissue هواية فتعوض انه توخر هذا الباس وتوخر purulent exudate وكل ياته رح تتحول الى connective tissue اكمان example of abscess هي هاي الفرنكل اللي قلنا ممكن تطلع من تطوار عندنا الاكني ولا آخر هي هاي الحبوب ممكن تبدي حبوب صغيرة وبعدين تتحد مع بعضها توصل هاي شفت شيء شبير اسمها skin فرنكل الشكل الأخير من أشكال acute inflammation هي الألصر الألصر هو لما يصير أكو discontinuation or losing بالcell of epithereum يعني شنو يعني مثلا هاي عندنا الميوكوزة مع GIT شصير بهذا نشوف هنا أكو حفرة هاي الحفرة هي اسمها ألصر صير أكو discontinuation بهذا التشو الألصر يعني شنو يعني بالبدال يصير عندنا inflammation بهاي المنطقة صار الinflammation كل قوي رح يصير عندنا necrosis بهذا التشو هذا التشو رح يصير بي رح يصير بي sloughing شون ينسلخ رح ينسلخ من مكانه فبالتالي رح يبقي منطقة فارغة اللي هي ال-excavation رح تصير عن نفس الكيف أو نفس الكهف الموجود هنا فهاي يسموها ألصر ulceration occurs only when tissue necrosis and resultant inflammation exist on near the surface it's most commonly encountered when the inflammatory necrosis of mucosalined cavities مثلا ب lGRT سوى اقانة mouth larynx stomach أو intestine أو subcutaneous inflammation عادة بالlower extremity بالolder persons الأشخاص الكبار اللي عادة عندهم circulatory disturbances that predisposed to extensive necrosis أكيد سامعين أشخاص الكبار اللي عندهم diabetes مثلا هد السكر يصير عندهم مرة فترة قرحة هذول عادة نوع القرحة مالتهم بسبب subcutaneous inflammation أو أنه الأشخاص اللي يكون عندهم أمراض بالجهاز الهضمي مثل كرونز وإلى آخره نسمع أنه عندهم قرح بالجهاز الهضمي ها ها بسبب 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 أنه inflammation صار ب الميكوز line cavities الألسر هي بسبب الميكوز 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 الآخر على أمثلة الألسر type inflammation هو السيدو الميكوز 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 أول شي نجي نعرف عن شنو السيدو الميكوز السيدو الميكوز هو من يصير عندنا على الميكوز فالطبقة اللي هي مثل هاي الطبقة البيضة اللي احنا عبانا أنه هذا ميكوز بس هو بالحقيقة مو ميكوز هي راح تروح هاي الطبقة متكونة من شنو متكونة من dead epithelial cells متكونة من neutrophils اللي هي white blood cells ومتكونة من fibrin أضافة إلى red cells ومتكونة أيضا من البكترية كلية هم يجمعون سوى راح يساووا لي هاي الطبقة اللي هي الاصلف فشي يعني المنسلخ من الول الأصلي بحيث أنا أشوفه هي شي أبيض فأني أعبالي إنه هذا مامبرين لكن بالحقيقة بس ألزمه ورح يروح اسمه pseudomembrane هذا شوق يصير pseudomembranus enterocolitis يصير عادة من عندنا الbed infection بنوع من أنواع البكترية اللي هي موجودة بالGIT ورح حالة معينة ما أريد أدخل بها من شخص يأخذ أدوية هواية مضادات حيوية فيصر عنده مرض اسمه pseudomembranus enterocolitis هذا إضافه إلى نوع آخر من أنواع ال-infection ببكترية اسمها الدفتيريا بكترية ممكن يأثر على الثروت يأثر على البلعوم ويأثر ممكن على التانك فيصير عندنا طبقة بيضة على التونسلز ويتكون عندنا طبقة بيضة على التانك بحيث أنا عبادي أنه هذا أكون ممبرين هنا لكن بس أخرى ورح ينقشط ويروح اسمه pseudomembranus inflammation هو نوع من أنواع الأنصر inflammation لأنه وهم يندي يصير بسلف بالتشو أي مكان يصير بسلف يعني التشو ينسخ من المكان هذا يعني ulcer inflammation فمثال عليها هو pseudomembranus enterocolitis أو the theory infection حاليا احنا خلصنا المورفولوجيز of inflammation اللي هي السرس والفبريناس أخذناها بالمحاضرة السابقة والseperative والألسر type of inflammation أخذناها بهاي المحاضرة فسا رح نجي على effect of inflammation طبعا أي شي يصير بداخل الجسم ب beneficial effects و harmful effects beneficial effects of inflammation المتمثلة by dilution of toxins يعني مثلا إذا الشخص عنده infection بكترية طلع لي توكسين ما رح يصير عندي inflammation من تجي white blood cells ودافع عن الجسم رح أتسوي dilution of toxins رح يتروح هاي التوكسين وبالتالي يقل تأثير هاي المادة السمية اللي تطلع من البكترية على الجسم أضافه إلى الprotective antibodies ب inflammation رح تهاجم المايكروبز أضافه إلى الفبري formation وال promotion of immunity وال cell nutrition كل هاي أشياء تكون beneficial بالجسم أما الهار for effect of inflammation هو مثلا the swelling والأودمة اللي كان ب مثلا for example بالأكوت epiglotitis احنا مو قلنا من علامات الinflammation أنه المكان يصير بي tumor أو اذا صار هذا بمكان كلش خطر مثلا ب epiglotis إذا صار هذا ال swelling بالepiglotis المترة التنفسية رح ينسد فبتالي الشخص رح يقدر يتنفس فممكن يعني يموت بسبب الinflammation اللي صار بهذا المكان خصوصا بالأطفال فيخافون من epiglotitis rise in the tissue pressure that contribute to tissue necrosis طبعا احنا قلنا من علامات inflammation أنه يصير أكو أوديمة فهذه كلتها رح تسوي زيادة بالتشو pressure من رح يزيد الضغط بداخل التشو ممكن رح يأثر على الخلايا فالخلايا بعد ما رح تتحمل هذا الضغط اللي عليها فيصير بها necrosis وتموت ال digestion of adjacent viable tissue ممكن أنه هذا المكان صار به inflammation المكان اللي بصفة ما به inflammation لكن إذا هذا inflammation طلع عن السيطرة ممكن رح يروح يأثر على التشو لدائر مدائرة ويسوي للdigestion فبالتالي رح تتوسع رقعة inflammation وهذا هو يعتبر key harmful effect severe damaging allergic reaction ممكن أشخاص صار عندهم allergy من أشياء معينة إذا زادت هاي اللي هي الجسم متحسس ل substances معينة موجودة بالenvironment مثلا لأكل أو دو إذا كانت هاي severe reaction ممكن رح يأدي والgeneralized increase بالvascular permeability ممكن تأدي إلى شوك مثلا اللي موجودة بالanaphylactic reactions بالanaphylactic reaction هي عبارة عن severe allergic reaction من علامات طبعا هي severe allergic reaction هو يعتبر نوع من أنواع inflammation من علامات inflammation أنه يصير أكو vascular permeability زيد من زيد vascular permeability الفلود من داخل رح تطلع تروح ل extra vascular compartment فبالتالي من رح يطلع الفلود من داخل البلود هو يعني شنو من رح يطلع رح يطلع لي من البلود فبالتالي الفوريوم مع البلود رح يقل من يقل الفوريوم مع البلود الشخص رح يصير عنده شنو رح يصير عندها hypotension فلما يكون عدي severe hypotension الشخص رح يدخل بشوك يعني circulatory failure شنو هو نهاية acute inflammation يعني انو رح يرجع التشو طبيعته رح يصير accolestration of site of acute inflammation إلى normal عادة هذي صير بالانجري اللي هو لما يكون limited أو short lift يعني مو كلش سبير انجري يكون مكان معين والفترة كلش قصيرة و من يكون التشو ديسركشن كلش قدير بحيث انو ما يصير بي replacement by scar formation اضافة الى damaged parenchymal cells are regenerate اقصد كان regenerate يعني شنو اذا صار اكو damage ب cells اذا عادها القدرة انو سوي regeneration فرح يصير اكو complete resolution لكن اذا ما عادها القدرة انو سوي regeneration وترجع على طبيعتها فما رح يصير عدي complete resolution هاي هي العوامل اللي يساعد ب complete resolution او hearing by fibrosis hearing by fibrosis ادي هو يعني تشو ما رح يرجع لل normal state انما رح يصير scar formation هذا الشيء يصير لما يكون اكو tissue destruction مو مثل الحالة الاولى اللي يكون اكو limited tissue destruction اضافة الى when inflammatory injury involves tissues that are incapable of regeneration اذا كانت السيلز اللي صار بيها damage هي غير قادرة على انو ترجع لل normal state فرح يصير عندي hearing fibrosis يعني هذا المكان رح يستبدل بscar tissue when there is abundant fibrin exudation من عندنا نوع ال inflammation اللي هو يكون به هوا fibrin exudation هذا الفibrin رح يتحول بالنهاية الى الفibrosis وبالنهاية تحول الى scar formation when the fibrinous exudate in the tissue or cirrus cavities مثلا بال pleura أو بال peritoneum أو cyanobial cavities طبعا cyanobial cavities اللي هم موجودة بال joints وال pleura اللي هو بال pleural cavity تعفو دائما 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 اللung وال peritoneal اللي هو موجود بال abdomen إذا كان هذا fibrinous exudate أو cirrus اللي موجود بال cirrus cavities أو بال tissues ما يقدر إنه يسوي adequate clearing يعني ما رح الجسم يقدر يوخر ال connective tissue grows into the area of exudate converting it into a mass of fibrinous tissue a process called organization إذا الجسم ما رح يقدر يوخر الفibrinous exudate اللي هو عبارة عن exudate به fibrin إذا ما يقدر يوخر أو يسوي clearing فش رح يصير هذا fibrinous exudate رح يتحول إلى connective tissue وبالتالي إلى scar وهذه العملية تدعى بالorganization أو ممكن يصير progression to chronic inflammation يعني شو يعني acute inflammation بالنهاية ما رح يصير لا resolution ولا healing wifi process ممكن يقطع على طول chronic inflammation هذا يش يصير يمن injurious agents هو يكون مستمر يعني موجود على طول to some interference with the normal process of healing لمن أكو فتش دي عاكس أو يوقف العملية بhealing ب inflammation for example الفالure of acute bacterial pneumonia to resolve إذا acute bacterial pneumonia تفشل أنه يصير بها resolution may lead to extensive tissue destruction و formation of cavity in which the inflammation continues to smaller leading to chronic lung abscess في حال أنه هذا acute bacterial pneumonia ما صار بها healing ممكن البكترية نفسها رح تبقى سوي destruction 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 بعمليات chronic inflammation لحد ما رح يوصل النقطة التشو بعد رح يصير به رح يصير يعني sloughing رح يروح هذا inflammatory cells و رح يصير نفس الابسسس اللي عبارة عن شون الدائرة أو الكرة اللي هي تكون مليانة بداخلها بس هي نهاية chronic bacteria pneumonia إذا ما صار بها رح تتحول إلى abscess chronic inflammation يعني مزمن inflammation هو نفس اللي نعرف ب الميكروب وال المختلفة بالنسبة لل chronic inflammation يصير عادة بالبداية يكون أكو acute inflammation هذا acute inflammation ما رح يصير به resolution ولا رح يصير ب رح يبقى persistent اللي هو هذه الحالة الثالثة من حالات أو acute inflammation يصير chronic inflammation مثال علي مثل ما قلنا أنه بعض الأحيان مثلا هذا ما رح يصير به ل أنه يرجع ل نور ميكروس ممكن يجمع يبقى يصير أكو inflammatory response ويصير أكو tissue damage فبالتالي يصير عندي abscess اللي تعتبر chronic type of inflammation ناتجة من sepurative inflammation اللي يكون بالبداية الأكو sepurative inflammation ممكن يتحول إلى abscess اللي هو chronic form مالتهم طبعا chronic inflammation is the cause of tissue damage in some of the most common disabling human diseases chronic inflammation عادة هو يكون موجود بأي disease يسوي disability للهيومن وهنا على سبيل المثال عندنا TB infection هو من chronic type of inflammation أضاف إلى rheumatoid arthritis هذا اسم الروماتزم الرثوي اللي يصير انتهابي المفاصل والأثير سفلوروس هاي لما يصير عندنا تصلب الشراينين أضاف إلى chronic lung diseases كلية سببه هي chronic inflammation عملية inflammation مستمرة لفترة طويلة سوي tissue destruction causes of chronic inflammation يأما يكون acute persistent infection by certain microorganism يعني organism يبقى على طول الشخص مصاب بي مده طيب من عنده مثلا ممكن يكون هذا الورغانزم قوي أو شخص مده أخذ العلاج المناسب إلي على سبيل المثال اللي اللي هي سوي التاب مرض السل أو التدرب كنا نعرفه كل الشائع بالعراق هو عبر عن مرض مزمن سبب العدوى بال mycobacterium tuberculous البكتوريا هاية تكون على طول تبقى يعني resistant لل immune system فتبقى عايشة بداخل الماكرو فيجز ويصر بي الشخص chronic inflammation لأنه الخلايا ماتة غير قادرة على أنه تسوي بالmycobacterium tuberculous بكتوريا اللي بداخل الماكرو فيجز إضافة إلى ممكن سبب chronic inflammation هو يعني أنه شخص يتعرض لفترة طويلة إلى toxic agent شنو هاي toxic agent هي المواد اللي تكون سامة أو تأثير سمي على الجسم اللي هي abnormal materials مثلا العمال اللي يشتغلون ويتعرضون للسيليكا هذولا ممكن يصر عندهم فالشي اسم silikosis disorder اللي باللنك ويعني شنو هذا السيليكوس هو عبارة عن chronic inflammation يصر باللنك وممكن بعدين يصر عندنا نيزو ثنيومة ويعني أنواع اثناء متسريفة يصر باللنك و endogenous toxin مثل شنو مثل toxic plasma that are thought to be responsible for atherosclerosis ممكن هاي toxin مو فقط من الخارج مو بس exogenous مثل السيليكا لا ممكن toxin من داخل الجسم يتم تصنيح بداخل الجسم مثل بعض انواع اللي هي تكون toxin مثل عليها منه مثلا LDL وغيرها من الجهون اللي هي تكون تمثلة بال polyesterol هذا polyesterol إذا صار زيادة عن اللذوم هو الجسم يحتاجه يعني بالحالة الاعتيادية أنه يسوي الممبرين وإلى آخر مال الخلايا لكن إذا صار كمية أكثر من اللازم رح يعتبر endogenous toxin فبالتالي يسوي chronic inflammation في blood vessel ويصر عند الاثيروس اللي هو تصلب الشرائي نوع الأخير أو القوز الأخير من القوز هو هو autoimmunity يعني شنو autoimmunity يعني أنه الجسم يهاجم نفسه يصر أكو immune يعني الـ immune system رح يهاجم الجسم نفسه اللي هو عايش به فيصر عندي autoimmune disease الأمراض المناعية يعني شنو شنو اللي يصير اللي يصير أنه اكو anti-gene احنا كل السيلز بيها انتيجينات تعتبر هي auto-anti-gene auto يعني السيلز كل خلية من خلايان بيها انتيجينات بعض الأحيان الـ immune system بالخطأ يسوي antibody ضد هاي self-antigene أو auto-antigene فمن رح يصير antibodies ضد self-antigene رح يصير عندي anti-gene antibody complex ويصير عندي inflammatory reaction رح تجيني white black cells ويصير inflammation نفس من عرف لذلك أحد أسباب chronic inflammation هو auto-immunity لأنه رح يبقى فترة طويلة الجسم عند هاي الانتيجينات وعند الانتيبوديات فبالتالي رح يبقى يعني يسوي antibody ضد الانتيجين فيكون chronic عملية تكون مزمنة شوية الأمثلة على auto-immune diseases مثلا system crubus arythematosus اللي هو الدئب الحمراء وaromatoid arthritis اللي هو الaromates الرثوي المorphولوجيك features of chronic inflammation شوية اللي أشوف تحت المايكروسكوف في حالة chronic inflammation أول شي أشوف infiltration with mononuclear cells المonuclear cells خلينا نكون متققين هي نفسها الماكروفيج لكن اسمها هو بالبلاد اسمها mononuclear cells المonocyte أضاف إلى أنه أكو نوع آخر من المonuclear cells اللي هي lymphocyte فالمonuclear cells هي أما تكون المonocyte أو المonocyte المonocyte هي نفسها الماكروفيج لما تكون موجودة بالبتشو بالدم اسمها monocyte بالتشو اسمها ماكروفيج زين نشوف أكو characteristic infiltration with mononuclear cells هاي جدا مهم الكronic inflammation يصير بإنفلتration of mononuclear cells لكن بالأكو inflammation اللي ذكرنا بالمحاضرة السابقة قلنا اللي ميزة هو وجود النوتروفي اللي هي تكون multi-looped nucleared multi-looped nucleated white blood cells لكن هنا المonuclear cells اللي هي متمثلت بالmonocyte أو الماكروفيج وال lymphocyte هي carceristic الكronic inflammation هذا هو التجمع مالة cells هاي cells إحنا إذا هذا نقدر نكبر رح نشوف هي عبارة عن خلايا صغيرة وتكون بيها نيوكليس وحدة اللي هي تمثلي المonocyte أو الماكروفيج وال lymphocyte زين وشان نشوف بعد tissue destruction tissue destruction نشوف هنا نحن طبعا احنا المفروض عرفنا انه هاي structure شنو هذا منين جاي tissue جاي من لأنه ما عدنا structure بالجسم يكون هي شكله غير lvuli اللي هي تكون هي عبارة عن air sac عبارة عن حوصلة هوائية في فراغ وبداخلة كوهوة ف lvuli احنا شفنا صور عليها مو هي تشكلها يعني هاي اللاين انجمالتها المفروض يكون فلات لكن هنجد نشوف انه اكو ساير بي enlargement وطبعا هذا شنو هذا يدل على tissue destruction هنان او ايضا نلقي attempt of healing by fibrosis الفيبروسis اللي هو نشوف تحت المايكروسكوب وبهذا الشكل شون الخطوط اللي هي لونها white to pink in color فمن مميزات chronic inflammation قلنا انه بالنهاية يعني اي inflammation نهاية طبعا fibrosis والscar formation فممكن انه نلقي fibrosis ايضا في السلاي فسلقينا mononuclear cell infiltration سواء كانت الماكروفاجز او lymphocyte او plasma cell plasma cell هي نفسها البي lymphocyte لكن صار بها activation فعني لدى وقتكم هاي الكلمة اضاف الى نلقي tissue destruction اللي هو هذا abnormal albuli اضاف الى attempts of healing by fibrosis لنلقي انه اكو fibrosis tissue مثل ما ذكرنا قبل شوية انه من مميزات chronic inflammation هو infiltration with mononuclear cells والmononuclear cells قلنا انه اما تكون monocyte او بمعنى اخر الماكروفاج لانه نفس السيل لكن monocyte بلوب رجل الماكروفاج بيتشو او تكون lymphocyte الماكروفاج هي الdominant بال chronic inflammation خلينا نكون متفقين انه النيوتروفيا كانت dominant بال acute inflammation وال ماكروفاج هي dominant بال chronic inflammation هاي ونازم توقع حلقة بإذنكم على طول المononuclear phagocyte system اللي هو يتمثل بال reticulo endothelial system consist of closely related cells of bone marrow origin including blood monocyte and tissue macrophages المonuclear cell اللي هي تكون بها خاصية الphagocyte characteristic أو بمعنى آخر reticulo endothelial system هاي اللي هي موجودة بال liver موجودة بال sebrin موجودة بال bone marrow هي متمثلة بال monocyte بال blood وال macrophage بال tissue هي هاي المonuclear cell اللي عدها phagocytic ability بينما الليمفوسات يعني ما يسوي phagocytosis لكن المonuclear cell اللي يسوي phagocytosis هي الماكروفage وال mononuclear أو المونوسايت الليتر are diffusely scattered بال connective tissue located بال organs مثل بال liver أو lymph nodes أو بال lung طبعا الماكروفage اسمها بكل مكان بكل tissue هو اختلف مثلا اسمها بال liver اسمها cuffer cells بال سبين اسمها sinus histocytes بال lung اسمها alveolar macrophage بسية بصورة عامة هي نفس السيال لكن مجرد موجودة مكان وعين يطوها اسم ثاني زين from البلد المونوسايت سوي migration إلى various tissue و differentiating to macrophage يعني مثلا عندنا منوسايت بال البلد رح تروح سوي migration نفس ما أخذنا بالمحاضرة الأولى خطوات inflammation آخر خطوة أنه سوي transmigration رح تروح لل organ العين مثلا إذا راحت للبر رح يصير اسم كفر سيال عمر المونوسايت بالبلد هي تكون one day لكن إذا راحت للتشو فهي رح تبقى محفوظة بهذا التشو الفترة طويلة من رح تصير ماكروفيش تبقى يعني several months إلى years ممكن تبقى سنوات بالتشو when the monocyte reaches the extra vascular it undergoes transformation into larger phagustic cells أي يسموها الماكروفيش نفس الكلام يعني هي نفس المعلومة بس تتكرر بغير طريقة أنه المونوسايت تروح إلى extra vascular tissue يعني من تروح إلى الأورجنز المختلفة داخل البلد رح يصير اسمها الماكروفيش اللي هي تكون أكبر من المونوسايت الماكروفيش may be activated by variety of stem lie طبعا عندنا عدة stem lie عدة أشياء هي مسؤولة لأنه الماكروفيش من هي وقاعدة هي ترى مؤثب حتى لو هي عندها ماكروفيش باللبر أو بالسبين إذا يجي يمهي microorganism مجرد هي رح تسوي لها بلعمة رح تبلع والطبوبة بداخلها لكن ما رح تسوي لها لا كيلينج ولا أي شي ما رح تحلل بداخلها إلا يصير بيها اكتيبيش زي يصير بيها اكتيبيش يصير بيها اكتيبيش بي مثلا السايتوكين اللي هي على سبيل المثال غاما انترفيرون اللي تجيها من اللينفوسايت اللي هي نفسها لكن اكتيبيت فيسموها سنستايت هاي المصالحات بيزداء أبسطها لكم على متفهم ترهي ما تخوف من تسمعون سنستايت تي لينفوسايت يعني اكتيبيت تي الماكروفيج في يقول لها يا ابا ترى هذا اللي بداخلي هذا عبارة عن مايكروب يعني يسوي لها تحليل حليلي وقتلي ايضا الناترال كيلر سيلز تفرض السايتوكين والبكتريال اندو توكسين او نترال كيلر سيل هي سوى سيميش للماكروفيج انتقول لها ترى هذا المايكرو أورغانزم بداخلي ابنورمال ويسوي والبكتريال اندو توكسين بحد ذاته هي سوى اكتيبيشن الماكروفيج اضافة الى اذر كيميكال ميدياتر نفس اللي اخذناهم بالمحاضرة الاولى الاختيبيشن اوف الماكروفيج رح يسوي result in increase بالسايت اوف الماكروفيج اضافة الى greater ability to phagocytos وي kill ingested microbes من يصر عندي اكتيبيشن بالماكروفيج رح يصير بيها زيادة بحجمها اضافة الى انه رح تصير قدرتها على البلعم اكتر بس انتبهوا ability to phagocytos يعني حتى لو هي مو activated هي رح سوي بلعم لكن ما رح تقتل من يصير بيها اكتيبيشن رح تقتل وسوي ingestion دي المايكروب الاختيبيت ماكروفيج secrete wide variety of biologically active products اللي رح تسوي result in tissue injury و fibrosis زيان هسه من صار عندي activation هاي الماكروفيج وكبرت بالحجم وزادت قدرتها على البلعم وقدرت انه هي تسوي killing دي المايكروب المختلفة رح بنفس الوقت تسوي release المواد معينة هاي المواد تكون هي لها harmful effect على التشو فيصر بها tissue injury يصر اكو tissue injury بالمكان اللي موجود بها الماكروفيج صار بها activation وممكن يصير fibrosis بسبب هاي activated macrophage فاحنا قلنا كل شي الى فوائد والى مضار عادة اذا كان inflammation هو acute و short lift فانه هاي الماكروفيج عادة رح يصر بها disappear يعني رح تختفي فيعني شو تختفي تختفي عن طريق انه هي رح تطلع من هذا المكان اللي صار ب inflammation وحاليا خلص inflammation لانه short lift ومو severe فطلعت من عندها تروح لل lymphatex وبعد تروح لل lymph node تقعد بها لكن في حال انه هذا inflammation بقى مستمر نفس ما ذكرنا اسباب chronic inflammation ممكن انه persistent infection ممكن auto immune disease فرح تبقى الماكروفيج بالمكان وزين شنو سبب انه هاي الماكروفيج رح تبقى بالمكان عدة اسباب يا اما recruitment from circulating monosite ممكن انه هاي الماكروفيج هي موجودة بهذا المكان ممكن يصير بعد اكثر recruitment رح يصير افراز الميدييترز معينة بحيث هاي الماكروفيج الصيح غيرها من المونوسite اللي موجودة بالبرد تقولها تعالي لهذا المكان فرح تيجي المونوسite كل ما زاد المونوسite الواصلة لهذا المكان زادت الماكروفيج الموجودة بالتشو اضافة الى local proliferation of الماكروفيج after their immigration from the bloodstream ممكن انه الماكروفيج من جتي قعدة بالتشو رح يصير اكو proliferation بيها فبالتالي رح يزيد عدد الماكروفيج الموجودة بهذا المكان هذا مثل شنو مثل يصير بالاثيروميتا سبلاك والاثيروميتا سبلاك هي تيجين الماكروفيج اشكم واحدة وانتو قعد بالفزل ورح يصير بيها proliferation ويزيد عدد ها اكثر او انه يزيد عدد الماكروفيج ويصير بيها accumulation بسبب immobilization of الماكروفيج within the site of inflammation عدنا certain cytokines أو oxidized lipid هي مثال عليها LDL ممكن تسوي immobilization الماكروفيج بحيث انه ما تقدر بعد تطلع من المكان مع inflammation وتروح لي lymphatic system وال lymph node على مون تستقر بها لا رح تبقى مكان بسبب وجود migration inhibiting factors وجود فاكترات تمنعها من immobilization فتصير immobilized فهذا عرف نشنو الاشياء اللي تسوي زيادة بالماكروفيج أو accumulation أو ماكروفيج يستمر فترات طويلة يأما انه يصير اكو ركوتمن لل المكان هذا أو انه يصير اكو الماكروفيج اللي هي أصلاً موجودة هنا أو انه يصير immobilization لهاي الماكروفيج الموجودة عن طريق المigration inhibiting factors فبالتالي ما رح تطلع من site ورح تبقى موجودة قبل شوية ذكرنا انه activated macro pages من رح يصير اكتيب اضافة إلى زيادة بحجمها وقدرتها على البال عمالية phagocytosis وقدرتها على killing و ingestion of microbes رح تنفر active biological products هاي الbiological products رح يساوي نفس الوقت يعني رح يساوي killing المايكروب وبنفس الوقت هساوي tissue injury فبالتالي قلنا انه اي شي يزيد عن حد رح ينقرب ضده فبالتالي انه اي زيادة رح ساوي تشو شين هاي البرودكت اللي رح تطلع من activated microbes جزي اما تكون toxic substances اللي هي تقتل المايكروب وبنفس الوقت تقتل الهوست الممكن لأن هي المايكروب وعبارة عن خلايا حية والهوست هي همية خلايا حية فاذا هاي toxic substance رح تقتل هذا المايكروب وبنفس الوقت ممكن تقتل الهوست سيال وياها على الواهز فالتوكسك substances متمثل بالتوكسك اوكسجين سبيشيز اللي هي الفري راديكول اللي هي ناتجة من استخدام الاكسجين وخلفات الاكسجين والنيتروك اوكسايد والبروتييز اضافة طبعا البروتييز هو عبارة عن انزيم يحطهم او يسوي تكسير للبروتينات الموجودة بالسيال وبما انه السيال متكونة من البروتينات فالشخص في اقصد السيال اذا تعرضت للبروتييز احيصر التحطيم للبروتينات والتها فهي تموت فهي تعتبر توكسك سبستانس الكيمو اتراكتانس هاي نوع من انواع البروتيك اللي تنفرز من الاكتوبيت ماكروفيجز اللي رح تصيح غيرها من البروتيمتر سيال فمن صيح غيرها من البروتيمتر رح تيجي اكثر ويصير اكثر فيصير تشو اكثر فيصر اكثر اكثر اضافة الى البروتيمتر اللي تنفرز من الاكتوبيت ماكروفيجز اللي شرح تسوي احنا قلنا انه قبل شوية الماكروفيج ممكن تفرز اشياء تسبب لي فايبروسز منها البروتيمتر هاي البروتيمتر سوي اكتوبيشن و فروفريشن للفايبروبلاست عبارة عن خلايا موجودة هاي الفايبروبلاست اذا صار بيها بروفريشن و اكتوبيشن رح يصير عندي كولاجين ديبوزيشن الكولاجين هو اللي ادي الى الفايبروسز وال سكار فورميشن اضافة الى البروتيمتر السوي للفايبروسز للبلد بيزلز فيصير عندي عملية تتعاب الانجيو جنيس اللي هي عملية تكاثر او البروتيمتر فبالتالي هذا المكان رح يصير بي كولاجين ديبوزيشن فايبروسز و انجيو جنيس النوع الاخر من المونو نيو سيالز اللي هي تكون موجودة بال كرونيك انفرميشن مثل باللمفوسايت الليمفوسايت هي عبارة عن تي ليمفوسايت و بي ليمفوسايت قبل من نحك بيهم لازم نعرف انو كل ليمفوسايت سواء كانت تي ليمفوسايت او بي ليمفوسايت هي تكون انتي جين سبسيفيك يعني مثلا اكو تي ليمفوسايت تروح تهاجم اكو بي ليمفوسايت اكو تروح تهاجم ال تايفويد فيبر او تروح تهاجم ال T.B بكتاريا تويف democrat هو اسم المرض إنما السالمون البكتريا وبيصير تطلع أنت بديس ضد السالمونيلا وإلى آخر فهي يسمها Antigen Stamulated أو Antigen Specific T و B Lymphocytes. هاي Lymphocytes هي تكون بها Various Adhesion Molecules الAdhesion Molecules هي عبارة عن البروتينات اللي موجودة على الWhite Blood Cell اللي هي متبثلة هنا بالT والB Lymphocytes اللي تساعدها أنه تسوي الadhesion على أو تلزق ب الadhesion receptor اللي موجودة بالBlood Vizel مثل ما ذكرنا بخطوات الWhite Blood Cell Migration دي a Site of Inflammation إنه وحدة من الخطوات اللي هي الadhesion. زين أضافة إلى وجود الكيمو kinds to migrate into the inflammatory site. وجود نوع معين من الadhesion molecules عادة اللي هي predominantly integrin أضافة إلى الكيمو kinds هذين يساعدوها إنه تروح دي a Site of Inflammation اللي هي تكون anti-gene specific يعني مثلاً إن صار عندي infection بالSalmonella راح الكيمو kinds هاي اللي تطلع من هذا المكان والإنفراميشن راح تصيح T lymphocyte الخاصة بالSalmonella وهكذا Lymphocyte and macrophages interact in bi-directional يعني شنو؟ هذا يعني إنه إحنا هسا مو قلنا chronic information be mononuclear cells سواء كانت Lymphocyte أو المونوسايت المتمثل بالماكروفيج هذين يثيناتين يكونون موجودين بالchronic information وقلنا الماكروفيج هي الbreedominant يعني أكثر من الليمفوسايت هذين يثيناتهم يكونون عدهم يعني فد علاقة relationship بيناتهم بحيث إنه وحدة تحفز الثانية وحدة سواء activation الثانية بحيث إنه الماكروفيج وظيفته إنه هي شو سوي تبلع المايكروب اللي داخل يعني مثلا على سبيل المثال عدنا شخص استنشق البكترية اللي هي مال L-TB مالة السل دخلت هاي البكترية الداخل شنو؟ داخل الـ L-V-Line مالة مالته إش رح يصير؟ الماكروفيج الموجودة بالـ L-V-Line رح تيجي تبلعها مرح تيجي تبلعها رح تكسرها بداخلها واتطلع جزء من هاي البكترية على السيرفس مالتها فشي سموها؟ يسموها discipline antigen مالة المايكروب اللي بداخلها الماكروفيج رح يسوي discipline antigen مالة البكترية اللي بداخلها مرح تطلعها على سطح مالتها على مود T-cells اللي يمهي تشوف إنه ترى هاي الماكروفيج أكو بداخلها مايكروب فالT-cell لما رح تشوف إنه أكو هاي الماكروفيج وبداخلها مايكروب وهذا نوع الانتجين ماته رح يصير أكو activation لهاي التي سيلز اللي خاصة بهذا الانتجين زين بحيث هنا ناشصار عندنا صار الماكروفيج حفزت لي وسويت activation للT-cell بهاي الطريقة طريقة displacement مال الانتجين أضافة إلى إنه من رح يصير اكو activation لهاي التي lymphocytes رح يسوي production لسايتوكينز هاي السايتوكينز أنا سبيل المثال القاما انترفيرون اللي قبل شوية حيثينا إنه هو major activator of macrophage اللي هو لما رح ينفرز من الactivated أو sensitized T-lymphocytes رح يسوي activation للماكروفيج حتى يصير زيادة بحجمه حتى يزيد قدرتها على البلعمة وعلى موت تقتل ويسوي ingestion للمايكروب اللي بداخلها هاي هو مخطط للعلاقة ما بين الماكروفيج والنمفوسytes هنا عدنا صورة توضح العلاقة أو bi-directional relationship ما بين الماكروفيج وما بين اللي مفوسytes الماكروفيج هي بالبداية تكون inactivated مو activated يعني تكون خاملة وظيفتها إنه بحالة الخنور هي بس تبلع شي قدامها يعني مثلا طبت هنا عدنا التيبي البكتريا ما التيبي شرح تسوي الماكروفيج رح تجي تبلعها عد البكتريا ما التيبي لها ماكو بكتريا توبر كولوس رح تبقى قاعدة داخلها الماكروفيج بما أنه هي not activated ما رح تسوي لها إيش رح تبقى الماكو بكتريا قاعدة بداخلها لكن إذا إجاها يعاز من الاكتيفيت لونفوسytes اللي هو متمثل بالقاما انترفيرون رح يصير اكو اكتيفيش بالماكروفيج فهيصير اكتيفيت ماكروفيج زين الاكتيفيت ماكروفيج شنو تسوي تسوي release of mediators منها الانترفوكين وان والتومر نكروسيس فاكتر هذاني الميدياتر شي سوون يسوون اكتيفيش للنفوسytes اضافة إلى أنه هاي الماكروفيج بحد ذات اللي هي اكتيفيت رح تكسر المايكو بكتريا من تيوبر كولوس البكتريا اللي بداخلها سواء كانت المايكو بكتريا من تيوبر كولوس أو غيرها من البكتريات وإلى آخر هي رح تكسرها بداخلها وطلع على السطح مالتها طلع انتيجين الانتيجين مال هاي البكتريا اللي بداخلها فش رح تسوي present الانتيجين لانتيسيال فهذا البرزنتيشن of الانتيجين للتيسيال أضافة إلى release of الانترفوكين وان والتومر مالكروسس فاكتر رح يسوون اكتيبيشن للنومفوسات بالنومفوسات رح تتحول من الاكتيبيتد إلى اكتيبيتد نومفوسات اللي ش رح يسوي رح يسوي release of والقاما انترفيرون اللي رح يسوي اكتيبيشن للماكروفاجز اللي هي نقطة اكتيبيتند وبالتالي يصر بيها اكتيبيشن وتكمل الحلقة النوع الآخر من السيالز اللي هي تشترك بالكرونيك هي نوع من انواع الليمفوسات وبالتحديد هي الاكتيبيتد بي للمفوسات منيصر اكتيبيشن بالبي للمفوسات وتقوم تطلع انتيبودي يسموها بلازمة سال هي تكون وظيفتها production of الانتيبودي against ال persistent انتيجين بالانفلامت ري سايت هي وظيفتها نطلع الانتيبودي النوع الآخر من السالز التي تشترك في الكرونيك انفلاميشن هي طبعا هاي جدا وهم نعرف انه شنو هي الاميون ري اكشن او الانفلامت ري اكشن اللي تكون ميديت بي الاي جي كل ال هايبر سنتيبتي او الاليرجي ري اكشن تكون ميديت بي الاي جي يعني من شخص عند حساسية سواء كانت حساسية من الاكل معين او دو معين او حتى هاي الحساسية اللي تصير للحساسية الموسمية اللي حسا اغلب الناس عندهم هاي تكون ري اكشن ميديت باي الاي جي فهذه الاني الري اكشنات يتكون بيها الابندن سيلز هي الايوزينوفيل اضافوا الى البراثيتيك انفكشن او البراثيتيك انفستيشن الاشخاص او المرضى اللي يصير عندهم ديدان ينعدون بالديدان هذول سواء كان اللي هي تكون الديدان مثل دودة الاسكار سوء الاخر الركruitment of الايوزينوفيل involve extravasation from the blood and their migration into the tissue by processes similar to those of الايكوسات الاخرى نفس العملية اللي تأدي الى النوميترو فيرتجي اللي حجيناها بالمخاضرة الاولى هي نفسها اللي رح تخلي الايوزينوفيل تجي من يصير اكو بيها margination ورولing وادهيجن و بعدين transmigration One of the chemokines that is especially important for الايوزينوفيل recruitment هو الايوزينوفيل هذا الايوزين يعتبر chemokine في الmediator يطلع من site of inflammation يروح يصيح الايوزينوفيل ويخليه يصير اكو الايوزينوفيل recruitment وتجمع بالايوزينوفيل بهذا المكان الايوزينوفيل have granules that contain major basic protein that is toxic to parasite الايوزينوفيل هو يعتبر من granules granules هي نوع من water blood cell اللي بداخله اكو granules زين شلو هاي الgranules هي عبارة عن شون الاكياس اللي تكون مليانة بمواد هاي المواد بالايوزينوفيل تحتوي على هي عبارة عن major basic protein اللي هي تعتبر toxic يعني مادة سامة للparasite فالايوزينوفيل اللي من تجي بمكان اللي بي parasite الدودة راح تفرز هاي الماتيريال اللي هو toxic إليه فتقتل هاي الماس سيلز هي تعتبر أحد أنواع الوات بلد سيلز اللي تكون موجودة بال chronic inflammation الماس سيلز هي تكون واضي distributed بال connective tissues بال body بأي مكان و participate بال بط بال acute وبال chronic inflammatory reactions الماس سيلز express on their surface فش اسمه ال receptor اسمه ال fc receptor او هو عبارة عن receptor وب region اسمه fc region على موضي تكون نحجي بصورة ادق دين هاي ال fc portion اللي رح يرتبط بيها بشي اللي هو lg anti body خلي نشوف صورة توضح لنا هذا الحشي عندنا هاي الماس cell اللي هي ال effector cell اسم آخر لها عقوط اكو على سطح مالتها يجي الى الشخص هذا مثلا صار عنده حساسية ضد مادة معينة مثلا صار عنده حساسية ضد الفنسي شنو اللي رح يصير جسمه رح يفرز ال ige anti body اللي هو يكون مسؤول عن الامور ال allergic reactions وإلى آخر هذا ال ige يجي يرتبط على ال fc region اللي هي مال من رح يرتبط على هاي المنطقة هو أصلا مرتبط من هاي الجهة ب anti gene مع الشغلة اللي هو الجسم حساس لها مثلا مرتبط بالanti gene زمارة البنس اللي هنا فيكون هذا ال ige مرتبط من منطقة من ويا الanti gene مع شغلة للجسم حساس من عدد والمنطقة الأخرى يكون مرتبط بال fc region مال الريسابتر اللي على فمن يصير هذا الارتباط مال هاي شغلات ثلاثة توم الanti gene المرتبط بال anti body والanti المرتبط بال fc region رح يصير اكو شغلة اسمها degranulation لهاي المust من رح يصير بها degranulation يعني رح تتحلل ال granules اللي بداخلها فبالتالي تطلع المواد اللي موجودة داخلها مثل الهستامين وال arachidonic acid product اللي حتشينا عن ال effect مارتهم بالمحاضرة السابقة مثلا يسوون vascular permeability زديد يصير عندنا vasodilation هاي الامور لما نصير رح يصير عندي inflammatory reaction المتما بال odema وإلى آخر المust cells are also present in the chronic inflammatory reactions يعني مو بس بال allergic reactions يعني مو بالأكوت reaction فقط أيضا بال chronic inflammatory reaction وسوي production بال cytokine اللي هي مسؤولة عن fibrosis فالمست cell هي موجودة بال acute reaction بحالة allergic reactions وموجودة بال chronic inflammatory reaction اللي هي تكون مسؤولة عن أفراز cytokines اللي مسؤولة عن fibrosis بال chronic inflammation أما neutrophil neutrophil مثل مجنة هي تكون predominant بالأكوت inflammatory reactions لكن هذا ما يمنع أنه موجودة أيضا بال persistent infection أو chronic infections بصورة أدق بال chronic bacterial infection أو معنى آخر الأستيوميولitis الأستيوميولitis هي bacterial infection أو البون neutrophilic exudate can persist for many months يعني حبت لو شخص يعني إذا صار لأشهر عديدة عند osteوميولitis إلا أن neutrophil كل شيء بال exudate الموجود بهذا المكان مع l-infection فهذا الدليل على أن neutrophil ممكن تكون موجودة بال chronic infection وفقط بال acute infection neutrophil neutrophils are neutrophils are also important in the chronic damage induced in the lung by smoking and other retent stimuli طبعا لتكون هي موجودة بال acute inflammatory actions وفي chronic bacterial infections وفي chronic damage بسبب chronic inflammatory action الذي يصير بال بسبب smoking ورح ناخذ examples of chronic inflammation اللي هو أول واحد عليهم وال chronic colis status وتقريبا يعني هو هذا اكثر واحد رح ناخذ بعد رح ناخذ أنواع chronic inflammation مثل granulomatous inflammation والآخر chronic colis status هو عوارة عن اكتهاب المنزل اللي هو يكون مزمن لcoronic شنو أسباب المنزل عادة إنه هو يكون جاي من نتيجة repeated bout of acute colis status يعني عدة مرات شخص يصر عند acute colis status بالنهاية ينتهي ب chronic colis status على طول يكون يشكي من منطقة المنزل اللي هي بال upper right abdomen أضاف إلى أنه الأشخاص اللي عندهم goal stones اللي عندهم حصوات بالمرارة هذول يعني على طول يكون عندهم chronic colis status يعني أي شخص يكون عنده goal bladder لازم نحن نفكر أنه هذا شخص عنده chronic colis status لأنه وجود stones عفوا كل شخص عنده goal bladder stone ومو عند goal bladder فكل شخص عنده goal bladder stone رح يصير أكو chronic irritation بهذه المنطقة فبالتالي يصير عندي chronic inflammation و chronic colis status أو يكون البيol موجود بها goal bladder يكون super saturated يعني abnormal bio يكون super saturated بال colis رول فهذا يهم أن يكون chronic inflammation أو chronic colis status بعض الأحيان ممكن بكترية تيجي من GIT تسعد وتوصل إلى الباير مثل على سبيل المثال الشريشة كلها والانتيرو كوكاي هذا يمكن يساول infection لأن هنا أصلا يعني بكترية يساول furulent acute inflammatory reaction فبالتالي وجودهم هنا بحد ذاته هو رح يساولي infection وإذا كانوا على طول موجودات بالبايل فرح يصير عندي chronic colis status عادة بال chronic colis status تكون gall bladder هي أما تكون contracted يعني سير أكون decrease بالsize أو تكون normal in size أو بعض الأحيان تكون enlarged بس هي يعني نخلي بانه أنه شخص عنده chronic colis status size ما يكون normal يعني بعدها ما صار كلش inflammation قوي أو أنه هي تكون enlarged in size مثلا أنه أكو obstruction لل biol drainage فبالتالي رح يجمع أكو biola هنا ويصير أكو enlarged بيها مثلا يسموها mucos seal وغيرها بعدها بعدها يعني ما تحتاجون هسا الدخلون به التفاصيل إن شاء تأخذوها بالجراحة وبعد أيضا شنو اللي يمتاز بي chronically status يمتاز بأن الجول بلدر يكون المالتها contracted ليش يكون contracted لأنه على طول هنا عندي inflammation فهي رح يصير بيها ك response لهذا inflammation أنه هاي المالتها رح يكون contracted المتقلصة زين شنو يميزها تحت المايكروسكوب يميزها وجود neural lymphocytes يعني شنو neural lymphocytes يعني بالوال مالتها نلقى أكو lymphocytes اللي هن عبارة عن nuclear cells فبما أنه قلنا lymphocytes هي أحد الخلايا المميزة للchronic information فهذا وحده هو عبارة عن feature of chronic police status عندنا mediators of chronic inflammation مثل ما كان عندنا mediators of acute inflammation أو inflammation الصورة عامة لأخذناها بالمحاضرة الأولى هنا رح نحكي عن mediators of chronic inflammation شنو هاي الميدي طبعا هاي الميدي يساعد بال chronic inflammation هي الميدي يسوي aggregation بال macrophages تزيد المacrophage بالمكان وتزيد الماغocytosis small macrophages اضافة الى انه تصيح الماكrophage يعني chemotactic for macrophage اضافة الى الصيح الايوزينوفير زين شو هنه هذان الميدي اترز عدنا اول واحدة migration inhibition factor مثل ما حتشينا قبل شوية هي عبارة عن فاكترات تسوي inhibition لحركة الماكrophage يعني تمنع الماكrophage انه تطلع من مكان information وتروح لل of injury شنو المصدر مال هاي الماكريشن inhibition factor مصدرها هي activated t lymphocyte اما النوع الاخر من الميدي هي الماكrophage activating factor الماكrophage activating factor هي الفاكترات اللي هم رح تطلع من activated t lymphocyte تزيد الفاكوسيتوس ما الماكrophage اما chemotactic for macrophage هي عبارة عن كومليمت اسمه c5a زين هاذا شنو المصدر مصدر من الكومليمت سيستم شنو هو الكومليمت سيستم هي عبارة عن مجموعة من البروتينات اللي تشارك بالاميون رسبونسز المختلفة ومنها هي c5a او عندنا c3a وعندنا c5b ولا اخر هي المهم عبارة عن البروتينات عددها من c1 الى c9 هذان يكليتهم يساهمون بالاميون رسبونسز بعدها طرق ومنها c5a c5a وظيفتها بالكرونيك انفلميشن انه هي تكون كيموتاكتك فور ماكروفيج يعني تصيح الماكروفيج الى انه تجي في مكان الانفلميشن الايوزين في الكيموتاكتك فاكتر اوف انافلاكسز هذي همينا عبارة عن فاكترات الصيح من اسمها كيموتاكتك يعني تصيح يعني احنا اتفقنا انه الكيموتاكتك فاكتر هي الفاكترات اللي تروح على الويت بلات سيلز المختلفة وتصيح حدر لها على مكان الانفلميشن فالأيوزين في الكيموتاكتك فاكتر من اسمها هي عبارة عن فاكترات سوي كيموتاكسز بالأيوزين وفيل من تطلع لي هاي تطلع من ومن النوع الثاني او المثال الثاني اللي يمثل من الماكروفاجز بصورة كبيرة الدومينت سيل هي تكون الماكروفاجز اللي عادة انه تكبر بالحجم وصير تشبه الإبثيليا السيلز فيصير اسمها إبثيليويد ماكروفيجز أو الإبثيليويد سيلز هو هذا اللي يميز الجرانيوروميتس انفلميشن عدنا عدة أسباب للجرانيوروميتس انفلميشن منها التيبي هذا أهم واحد التدرون والساركويدوس إضافة إلى أمراض أخرى أهمها البروسيلوس والفينجال انفكشن والريكشن والريتنت لبيت أهم شيء هي تيبيو ساركويدوس إضافة إلى البروسيلوس والفينجال انفكشن إذا شخص رات يعني يرفض من هذن الأهم الأنواع الجرانيورومة هي عبارة عن focus of chronic inflammation اللي يتكون من aggregate of macrophages اللي هي متحولة إلى epithereoid cells اللي هي عبارة عن macrophages لكن كبيرة وactivated وتشبه epithereo cells إضافة إلى أنه دائر من دائرها أكو حلقات من المونونيوكيار اللي هي متمثلة باللمفوسيت وبعض الأحيان البلاسما cells هو هذي الشكل الغرانيورومة هذي نشوفها هاي تيبي جرانيورومة اللي هي تكون caseating هسا بعدين نعرف يعني شنو caseating grand caseating هسا أنتو عفوا هذي الكازيات نيكروسيس اللي بالنص الجرانيورومة هي عبارة عن aggregation of mononuclear cells اللي هي macrophages تكون activated وكبيرة اللي هي صائرة epithereoid cells بعض الأحيان هي تكون تتحد هاي epithereoid cells أو activated macrophages وحدة ويالثانية فتصير اسمها multi-nucleated giant cells ودائر مدائرها بالأطراف موجودة منه موجودة النومفوسيت فهاي هي الغرانيورومة طبعا الغرانيورومة عادة تكون develop uninclusing or fibroblast and connective tissue في حال إنو هاي الغرانيورومة صارت يعني old كبيرة بالعمر عصالها هواية فرح يصير دائر مدائرها هاد الرم of fibroblast فهيسا أهم شي إنو بالنص أكو activated macrophages اللي هي تكون نوعين epithereoid cells ومتينيو nucleated giant cells ودائر مدائرها أكو نومفوسيت وبلازمة cells وبالأخير لي برا إذا كانت old في أكو fibroblast وconnective tissue طبعا بس قبل ما ننتقل ال epithereoid cells مثل ما قلنا هي عبارة عن macrophages لكن كبرانة إضافة لهذه إنو هي بيها تغيرات بالشكل يكون اللي سايتو بلازم مالتها يكون pale pink يعني وردي فاتح منافس الماكروفage العادية اللي هي مو epithereoid cells اللي يكون dark pink اللي يصير بي ال epithereoid cells هو عبارة عن ما كروفيش كبرانة فمن تكبر ال pink مالتها رح يقل يعني رح يصير فاتحة pink إضافة إلى أنه cell borders مالتها ما رح تكون محددة ووضحة المعالم تكون indistinct cell borders ونوكلاس مالتها رح يصير طولانية أو بيضوية Frequently epithereoid cells ممكن تتحد مع بعضها مثل ما قلنا هنانا وسأولي giant cells multi-nucleated giant cells These giant cells ممكن أنه يوصون الحجم اللي هو 40 إلى 50 micrometer يعني يزيدون بالحجم They have large mass of cytoplasm وتحتوي حوالي 20 أو أكثر من small nuclei وتكون عادة مترتبة بالبرفري اللي برا فهي يسموها longhands type giant cells أو hub hazardly اللي nuclei تكون مترتبة hub hazardly فيسموها foreign body type giant cell هسا احنا شفنا giant cell هذي مترتبة بيها nuclei اللي هي تكون أكثر من 20 تقريبا أو 20 واحدة بالبرفري هاي شي يسموها longhands giant cell لكن إذا كانت nuclei مترتبة hub hazardly يعني مو بهذا الترتيب الحلو مو بالبرفري ممكن وحد هنا وحد هنا وحد هنا فهي يسموها foreign body type giant cell بس هي بصورة عامة كلهم عبارة عن macrophages صار بيهم activation بالبداية صارت epithelioid cells بعدين التحدث سوات multi-nucleated giant cell وهي multi-nucleated giant cell قسمناها إلى نوعين يا أما تكون longhands giant cell أو foreign body giant cell اعتمادا على ترتيب nuclei بيها هاي هي microscopic picture للتيبي granuloma طبعا بس ملاحظة قبل شوية من شفنا صورة granuloma قلتكم عوفوا هاي البنص بس قبل ما نكمل إنه granuloma بها نوعين أكو caseating granuloma أو أكون caseating granuloma caseating granuloma يعني صير هنا بالنص كانت همين موجودة هاي multi-nucleated giant cells وال epithelioid cells لكن صار بيهم damage يعني ماتوا وتحللوا صار بيهم necrosis نوع necrosis هذا هو caseating necrosis هذي وننشوف هذي يعني اللي بقى دائر مدائرها هو macrophages اللي بعدها ما صار بها necrosis فهاي نشوف هال caseating necrosis بحالة TB granuloma هاي كلش carceristic إليها لكن بحالات sarcoidosis اللي هو همين قلنا يصر بها granuloma inflammation ما رح نلقى هذا caseating necrosis نلقى بس macrophages ودائر مدائرها lymphocyte ودائر مدائرها fibroblast نانا هاي صورة لل TB granuloma هذا اللي بالنص الوردي هو هذا caseating necrosis دائر مدائرها صار اكو عندنا macrophages مثلا هاي صار عندنا هنا multi-nucleated giant cells و يعني بالكولر بالرمس لبرة عندنا lymphocyte وبعد يعني ما صار هنا اكو fibroblast او شي يعني ممكن يشو بين بس المهم من نشوف هذا المنظر التجمع للسياز اللي هي صار على شكل حلقات وبالنص اكو فتشي وردي فهذا الفتشي الوردي هو caseating necrosis وهاي دائر مدائرها هي multi-nucleated giant cells والepitheloid cells اضافة الى lymphocyte فهي caseating granuloma types of granuloma طبعا مثل ما قلنا قبل شوية انو granuloma هي بها نوعين اكو calcius granuloma اكون calcius granuloma هذاك التقسيم لكن التقسيم اللي هو يكون formal هو انو اكو granuloma بها نوعين foreign body granuloma وال immune granuloma foreign body granuloma هي عبارة عن chronic inflammatory reaction اللي يصير على شكل granuloma اللي يعرفنا شوان تيجي يعني الماكروفاجز ودار مدارها الانفوسايت تيجي على مكان طاب foreign body شنو هذا foreign body كان يكون هذا مادة اللي هي talk اللي تكون موجودة بالمخدرات هذول اللي يعني حقنون المخدرات بالوريد تدخل وياه اضافة الى السويترز يعني في المكان ممكن وحدة يمسوية عملية قيصرية ويعني وراء السنين ممكن انه هذا المكان والعملية القيصرية باقي بي خياط او شي بحيث يصير اكو chronic reaction على هذا المكان مع foreign body ويصير بي granuloma اللي يسموها foreign body granuloma شنو اللي يميز هاي chronic body granuloma نشوف انه بهذا النوع من نشوف تحت المايكروسكوب رح نلاحظ اكو epithereoid cells او giant cells اللي هي تكون لازقة على surface مع foreign body يعني احنا نشوف foreign body بعيننا تحت المايكروسكوب وهذا يعني كلش characteristic of foreign body granuloma ممكن نشوف talc ممكن نشوف suture ممكن نشوف fiber ممكن انه فطعة مع القزاز او شي اضافة الى foreign material can usually be identified in the center of the granuloma particularly if viewed with the polarized light in which it appears refractile عادة احنا ال granuloma مثل ما شوفنا قبل شوية هي عبارة عن تجمع مع الماكروفاج التي تكون activated epithereoid giant multilucated giant cells عادة بال foreign body granuloma انشوف foreign body موجود بال center of granuloma تمام وهذه يكون كل شكر صري لل foreign body granuloma يعني هنا بال center اشوف موجودة talk او اشوف انه الشيش هاي يعني فتشي اللي يستخدم بالعمليات او يكون طابي جو او ناسي او انه اشوف خيط مع العمليات وإلى اخره اما immune granuloma هاي immune granuloma هي اللي تصير ب tuberculosis وصير sarcoidosis وصير بغيرها من الدس order شي يصير هنا بالعمليون granuloma اللي دايلا بدور هو عدنا chronic inflammatory reaction ضد materials اللي هي عادتين microbes يعني شخص يصاب بميكروبات معينة او هي تكون يعني ضد انتيجينات في الجسم الشي رح يصير انه رح صير inflammatory reaction ضد الانتي جين وال هاي الميكروب خلاصة بيد المثال فهاي الانفلامتر reaction هي تكون سير mediated ذهن شنو هاي سير mediated immune response او الانفلامتر reaction هذا سير mediated بالنصر العبية رأسا نفكر بشغلتين نفكر بالماكروفاج ونفكر بالتيلومفوسايت بالسير mediated immune response رح يلعبون عندي الدور شغلتين التيلومفوسايت والماكروفاج به هاي الحالة التيلومفوسايت يسوي activation للماكروفاج والماكروفاج يسوي activation للتيلومفوسايت على سبيل المثال الماكروفاج رح أول شي تبترع الاجنت اللي بدالي الانفلامتر reaction يعني مثلا بحالة المايكروبكتريام تيوبر كروسس رح تيجي الماكروفاج يسوي تبترع البكتريام رح تخليها بداخلها وبعدين رح تطلعها على سطح حمالتها وشوف التيلومفوسايت مثل قبل شوية شفناها بالمخطط مرح شوف التيلومفوسايت التيلومفوسايت رح يصير بها activation من صار اكو activation بالتيلومفوسايت هاي التيلومفوسايت رح تفرس cytokines مضمنها الانترلوكين 2 اللي رح يروح يسوي activation غير تيلومفوسايت ومضمنها غاما انترفيرون اللي رح يسوي activation للماكروفيج اضافة انه يخلي الماكروفيج يسوي transformation الى epithelial cells والmultinucleated giant cells فبهاي الحالة صار عندي epithelial cells والmultinucleated giant cells وصار عندي تيلومفوسايت فبالتالي صارت عندي الغرانيوروما اللي هي هاي اميون غرانيوروما يعني صارت بسبب الميديات اميون رسبونس لكن قبل شوية بالفورن ودي غرانيوروما صارت بسبب وجود الفورن ودي صارت inflammatory reaction عالية الtypical example للاميون غرانيوروما هو الميكروبكتريام تيوبركروسيس اللي حتى يسموها الغرانيوروما بيئة تيوبركروسيس يسموها تيوبركول يعني مجرد اسم لها وتكون كاريستريستيك لها هو الكازيس نيكروسيس اللي يصير بالنص وعرفنا انه شون يصير الكازيس نيكروسيس من خلال واللي داير ما داير رح تبقى نفس ما هي عادة it's always necessary to identify the specific etiological agent للاميون غرانيوروما يعني لازم احنا نعرف شنو بيسبب لهاي الاميون غرانيوروما هل انه هي تيوبركول باسيلاي هل انه هي فندل انفكشن هل انه هي ساركويدوسيس فضروري نعرف شنو سبب الغرانيوروما عن طريق ممكن الاسد إذا صبغنا هذا التشو اللي شفنا تحت الماكروسكوب إذا صبغنا بالاسد فاستستين وانصبغت مايكرو أرغانزم بداخل الماكروفيج فهذا دليل على انه هاي الگرانيوروما سببها المايكوبكتور بالتيوبركولاس يعني تيبي جرانيوروما هذا نوع الگرانيوروما أما اذا ما انصبغت يعني ممكن نوع آخر ممكن الفانجر دزيز أو ساركويدوسيس إذا ماكو نكروسيس إضافة إلى إنه البيسي آر هذا البيسي آر نقدر نعرف من خلاله الجين مال الأرغانزم اللي موجود بداخل الماكروفيج فنعرف من خلاله أيضا النيكتينج إيجنت اللي سوالي هاي الگرانيوروما هاي هي جروس فيتر للغرانيوروما تاس رأكشن كازيات تيبي غرانيوروما نشوف هذا في تشي الأصفر هذا هو الكازيس نيكروسيس يشبه شكل أو لون الجبن وهاي تحت المايكروسكوب نفس ما شفنا قبل شوية بس هاي أكثر مكبرة بالنص هذا الفتشي الوردي قلنا هذا كازيس نيكروسيس وداير ما دايرة راح تجمع الماكروفيجز والليمفوسايت فهاي شنية هي هاي كازياتينج غرانيوروما هاي هي اللاقهانز جاين سيلز اللي هي تكون بيها نيوكلياي مستطرة بالبرفري أما إذا كانت كبيرة الماكروفيج وبيها نيوكلياي هوية وما مستطرة هي تشي كانت حبها زارضي فسميناها الفورن ودي جاين سا الساركويدوسيس لينفنود هاي ماكروسكوبك فيتر لينفنود صاير بيها ساركويدوسيس أول شي خطوة خطوة قريد نعرف شنو صاير هنانا أول شي هاي جهة هي تمثلي الكابسول مع اللينفنود ما علينا بيها اللي دا شوق هنانا أكو أدت أماكن صاير بيها نفس الترتيب نفس الدوائر اللي هو احنا عرفنا أي ترتيب هي تشي صاير ها هي درانيو روما لكن هي كويتها عبارة عن لينفوسايت نعم دي نشوف أكو مكان وردي واحدة مصاري يعني كازيس نيكروسيس إضافة إلى هذا دي نشوف أنه أكو فتشي كنوش كارستيك هنا وقبل ما شايف بأي سلايد اللي هو عبارة عن Calcified Laminated Shonline Buddies اللي هنه هذنه هاي الشي مني نشوف رأساني يجب بانه الساركويدوس بالنفلود نوع آخر أو مثال آخر على الكرونيك انفلميشن هو روموتايد أرترايتس بالروموتايد أرترايتس هو عبارة عن Immune Mediated Disorder يعني الجسم يسوي Immune Response يروح يهاجم نفسه يعني Immune System يهاجم الكيشوز اللي موجودة وين اللي موجودة بالجوينت خصوصاً بالجوينت اللي موجودة بالهاند وبالفيت وعدتاً يكون سمتلك يعني إذا هاي الهاند تأثرت الهاند الثانية هم يعني تكون متأثرة بنفس الشيف بعدين ممكن يأثر على الرست والإنكوز والإلبوز والميز شنو يصير بالروماتويد الراثراتيس رح يصير عدنا Chronic Inflammatory Reaction أنه Immune Mediated Disorder يصير عندي Sinovial Proliferation ويصير عندي Joint Destruction هاي كلتها بسبب الإنفلمatory Disorder بسبب الإنفلمatory Response عفوا الإنفلمatory response اللي هي متمثلة بالتينومفوسايت البيلومفوسايت الماكروفاجز الميوتروفيلز كلهم رح يجون يساون Destruction ويغيرون طبيعة التشو اللي موجود بهذا الجوينت طبعا كصورة هسا هنا نحن جدي نشوف أنه أكو هواية Inflammatory Sails صار بها Infiltration خصوصا هاي المونونيوكلير سياز اللي متمثلة بالنومفوسايت بس هاي الصورة يعني ما تجيكم هي وحدها بالامتحان لأنه كلش صعبة ما معروف يعني ماكو فتشي ميز الجوينت هنا بس إذا جدي وياها هاي الصورة ما للهاند هاي كدش كارس رستكار يعني إن شاء الله راح تأخذوها هسا وبمرحلة خامسة ومرحلة سادسة أي شخص إيده هاي هذا هو عنده روماتويد أرثريتس فإذا جدي الصورة الجروس ويا الصورة المايكروسكوب كدش سهل أنه تكونون هذا روماتويد أرثريتس نوع من أنواع الكرونيك انفلميشن لسا نجي نحتي عن الليمفاتيكس انفلميشن شنو دور الليمفاتيكس سيستم بالانفلميشن أول شي احنا نريد نحرف الدور الليمفاتيكس سيستم بالحالة الاعتيادية الليمف هو موجود هو عبارة عن سائل يشبه البلد بس هو ما بيها البلد سيلز مسؤول عن نقل كل الفلويد والأمور الأخرى مثلا الليبيد وغيرها من الاكسرا بسكولار سبيس إلى الليمف نوت على موجود يصير بها التصفية باللمف نوت آخر نقطة إلها الليمف هو يمشي باللمف تقفز يروح لللمف نوت في حال انه مثلا شخص عنده انفكشن مثلا نقول بالهند وين ممكن نشوف هذا الانفكشن شو رح تنتقل عن طريق الليمف الليمف اللي هو جاي من الهند رح يشير ويا المايكروبات من الهند يوديها لللمف نوت فحل عندنا الهند يصير بها يروح بالأكسلار للمف نوت لذلك الأشخاص اللي يصير عندهم ممكن ينضربون أو الطب شالية أو داخل ايدهم ممكن تلتهب وانتهاب البكتريا رح تنتقل إلى الأكسلار فبالتاني يشوف نفس الخطوط الحمر اللي هي red streaks around the entire arm أو إلى الأكسلار ها كلها علامة على ال lymph بداخل الليمف 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 نجايتس وبعدين ننتقل للليمف نوت إذا كانت بزمن الليمف نوت بالأكسلار وشفناها حارة وتندر فهي يعني صار أكون أضافة إلى النمف طبعا الليمف نوت قلنا نحن نلزمها رح نبقاها ممكن كبرانة شنو سبب الزيادة بالحجم في حالة الليمف أدينايتس ممكن أنه بسبب الhyperplasia أو الليمف فوليكو يصر لأنه يكون inflammatory response فرح يصر يكون hyperplasia يزيد عدد الليمف فوليكو إضافة إلى hyperplasia of pagocytic cells lining الليمف نوت اللي هي تكون reactive أو inflammatory lymph أدينايتس reactive lymph أدينايتس يعني أنه يصر يكون reaction بحيث أنه يصر يكون compensation أو adaptation of الليمف نوت للحالة الموجودة أو inflammatory يعني صار يكون inflammatory response بالليمف نوت فصار أكو زيادة بالليمف بالماكروفيج وغيرها من المونونيوكلي cells بعض الأحيان أنه الليمف نوت اللي هي المفروض المكان يلي جاء المايكروب بس مثلا من الهند قلنا رح ينتقل عن طريق الليمف داخل الليمف يروح للليمف نوت بعض الأحيان مهي تخلص القصة لا بعض الأحيان مثلا هذا المايكروب يكون كلش شارس فرح يطلع من الليمف نوت يكمل طريقة رح يقوع يروح للبلد فمن تروح البكترية مثلا للبلد رح يسموها بكتريمية وجود البكترية بالبلد يسموها بكتريمية تفتر تفتر بالبكتر بكتريمية بكتريمية زين البلد كلية نعرف أنه يروح للبلد على مدد صف أو اللبل والسبين والبون مرو يصف المفروض يروح للبلد والسبين والبون المفروض إنان الليمفت تتخلص من المايكروب في حال إنه ما قدرت تتخلص من المايكروب بهاي الأماكن فإنه رح يروح الغيرها من الأورجنز مثلا يروح للهارد باوز ممكن يروح للمنينجيز يروح للكلني ويسوي انفكشن بأي مكان بالجسم مثلا يصر عندي اندوكاردايتس مينينجايتس سبتكارثرايتس وإلى آخره السيستميك افكت اوف انفلميشن هو يعني شنو يصير بالودي لما أنا عندي اكيوت انفكشن اوف انفلميشن بمكان معين السيستميك افكت اوف انفلميشن اللي هو يتمثلي بمعنى آخر أو مصطلح آخر بالأكيوت فيس رسونس أو السيستميك انفلميشن رسونس سندرام هي عبارة عن مجموعة من الأمور اللي تصير بحالة الأكيوت انفكشن إذا أكو أكيوت انفكشن في مكان يعني مثلا باللانك رح يصير أكو السيستم كلية رح يصير بإنفلامتر رسونس اللي هي تسمى بإنفلامتر رسونس أو سيستميك انفلامتر رسونس سندرام يعني رح سنصير بأماكن مختلفة من الجسم الرسمونس للشنو؟ الرسمونس للسيتوكينز اللي صار بيها بروديكشن بسبب البكتريال انفكشن والأثر انفنماتري ستيميلاي الأكيوت فيس رسمونس كونسسطنت أو سيفيرال كنينيكال آن باثولوجيكال تشينجز عدنا عدة أمور هي كنينيكال فيترز يعني احنا نحس بيها أو نفحصها للمريض وباثولوجيكال تشينجز هي تحت مسمى الأكيوت فيس رسمونس أول واحدة هي الفيبر الشخص اللي عنده أكيوت انفكشن عادة يشوفون انه هذولي الأشخاص صار عندهم ارتفاع بدرجة حرارة الجسم ليش يصير أكو ارتفاع بدرجة حرارة الجسم؟ يصير بسبب انه الهايبوثراماس المسؤول عن تضبيط درجة حرارة الجسم رح يصير بال setting point عالية بحيث انه درجة حرارة الجسم رح ترتفع أكثر من الطبيعي ذلك ليش دي يصيره بسبب البروديكشن البيروجينز البيروجينز يصير بيها بروديكشن سواء كانت من البكترية أو أكو اندوجينز سبيروجينز يصير بيها رييز في حالة الأكيوت انفكشن هي عبارة عن مواد اللي يخذناها بالنحاضرة الأولى اللي يتسوي فالشغلة اللي هي stimulating البروستاغلاندين synthesis بالvascular والperivascular cells اللي موجودة بالهايبوثراماس فمن يصير أكو stimulating the production of البروستاغلاندين بالهايبوثراماس رح يصير setting point والtemperature بالجسم عالية فبالتالي الشخص رح يصخن أضافة إلى وجود الأكيوت فيس بروتينز أكيد سامعين أنه أشخاص مثلا ما يصير عندهم كورونا أو شيء أو أي انفكشن يجزوهم على searactive protein وحتى يجزوهم على شيء اسمه الآخروسايت sedimentation حتى لو ما سامعين في هذه الساعة إحنا رح نتعلم بالنسبة للأكيوت فيس بروتينز هي عبارة عن البروتينات يتم تصنيحها باللبر عادة in response to الinflammation شنية هاي البروتينات اللي هاي البروتينات هي searactive protein والfibrinogen والسرام amyloid A protein السيرactive protein والسرام amyloid A protein تسوي binding للميكروبيل cell walls وتشتغل ك obstinins and fixing complement نيجي وحدة وحدة هاي البروتينات اللي جلنا رح يصير بيها production من اللي بار في حالة الinflammation شنو وظيفتها وظيفتها انه هي تنزق على الورمال المايكروز مثلا تنزق على الورمال البكترية وتشتغل ك obstinine تشتغل البصين مثل ما قلنا انه هو عبارة عن شيء يساعد على الفاغوسيتوسيس يعني لما رح تنزق على الورمال المايكروبيل السيالس فمن تيجي الفاغوسيت او رح تقدر تسوي لها الفاغوسيتوسيس وتبتلع حالي المايكروب بصورها احسن فهي هاي وظيفة الابسينين اضافوا الى fixin المايكروبيل المايكروبيل هي البروتينات التسعة اللي ذكرناها تشتغل بال inflammatory response عفوا وتكون هي عدة انواع وبالنهاية يصير بيها يعني لما تتحد كل المايكروبيل بروتيين رح يصير أكولايسيس بالسيال وورم كأبسينين وتساعد بالfixing of المايكروبيل الرائز بالفايبرينوجين ش رح يصوي احنا قلنا انو الأكوت فايس بروتيين هي سير اكتف بروتيين فابرينوجين والسرم اميلويد اي بروتيين عرفنا السير اكتف بروتيين والسرم اميلويد اي بروتيين شي سوون ابسينين وفكس الكملم ذهن الفايبرينوجين شي سوي الفايبرينوجين causes الارثروسايد to form stacks او روليكس شي يعني شون رح تزاق واحدة بالثانية بحيث انو رح يصير اكو sediment more rapidly than individual ارثروسايد لمن الرائز بلا تسير تتحد واحدة بالثانية او صير هي جي stacks او روليكس شي رح يصير بها sedimentation رح تترسب اسرع مما لو كل ارثروسايد هي وحدها فهذا الفايبرينوجين لما نساوي stacks of ارثروسايد رح يصير عملية السedimentation فرح يصير عندي increase بال ارثروسايد sedimentation رايت سرعة السedimentation مع الRBCs فهي هاي الفايبرينوجين اللي رح السبب بالزيادة بال ارثروسايد sedimentation رايت بعض الاحيان يصير اكو فشي الاميولويد اي بروتين السرم اميولويد اي بروتين اللي قلنا هو عبارة عن اكو فايس بروتين هذا الاميولويد لما يصير زيادة بيه رح يصير عندي مرض اسم الاميولويد دوسيز اللي رح يأثر كل انحاء جسم الانسان شو كت يصير عندي زيادة بي الاميولويد يصير لما عندي مثلا دستركتب كرونيك انفلميشن انفلميشن كلش سبير ويسوي دستركشن مثل الروماتويد ارثريتس يعني كلش هو سبير ويسوي دستركشن للجوينت فبالتالي رح يصير اكو هواية بروتين ما لهذا السرم اميولويد اي بروتين ما رح يشتغل بس شغلة الطبيعية اللي هو يفيد جسم الانسان بحالة الانفكشن مثلا انه يشتغل كاوبسنين او خلق سنبل كومليمت انه رح يجمع بالكشوز المختلفة من الجسم ورح يزيد الارثريتس يزيد الانواع المختلفة من الجسوردر يعني يسوي ها مور سبير بعد الاليبايتد سرم لابل سير اكتف بروتين are now used as marker of increase risk of myocardial infarction بالpatient with atheroclerotic coronary artery disease هذا شنو حاليا العلم دي يتطور بحيث انه وصل المرحلة انه يشوفون اذا شخص عنده atheroclerotic coronary artery disease يعني يعرفون انه اصلا عنده تصلب بالشرايين فيريدون يشوفون لهم دي يصير زيادة بالرزق انه هذا الشخص يصير عنده ام جلطة اذا لقو دي يزيد واحدة هذا دليل انه هذا atheroclerosis دي يصير مور سيفير لان atheroclerosis هو عبارة عن inflammatory reaction فمن يزيد l-inflammatory response رح يزيد el-seer active protein فبالتالي دي يطيني فكرة انه هذا atheroclerosis يصير مور سيفير التصلب بشرايين فبالتالي ممكن هذا الشخص يصير عند بالمستقبل النوع الثالث من l-acute systemic response هي l-necocytosis يعني يصير زيادة بالwhite blood cells خصوصا بالbacterial infection رح يصير زيادة بالwhite blood cells وخصوصا منه نيتروفيا مثل ما قلنا عادة الزيادة هي ممكن توصل 15000 إلى 20000 سير بالmicro لتر نورمالي هي أقصى شي المفروض 11000 لكن من صير أكثر من 11000 هاي يعني acolycosytosis but sometimes ممكن يعني توصل درجة كلش عادية مثلا نورمالي احنا قلنا أقصى شي 11000 ممكن توصل 40000 إلى 100000 بعض الأحيان يصير أكو extreme elevation مثل حالات اللي يصير عندهم ابيضاض الديم أو اللوكيميا يصير عندهم زيادة كلش كبيرة بالليكوسايت حيث يعني تشون تسوي replacement كل البلد سيز اللي موجودة بالجسم ويسموه بالليكومويد رأيكشن الليكوسايت أقصى بسبب الأكسل من البون مرو من البون مرو رزير طول يعني احنا عندنا بالبون مرو عندنا مخزن مع الwhite بلد سيز من يصير عدي inflammatory response ويصير اكو زيادة بالسايتو خصوصا الانترلوكين وان والتومور نيكروس راح تحبز البون مرو على انه يفرز الwhite من هذا المخزن اللي موجود بالبون مرو يسموها shift to the left طبعا هاي الجملة انه ديش ديصر اكو immature neutrophil ديش مول mature neutrophil احنا نورمالين مخروض اكو mature neutrophil اللي هي neutrophil الناظجة موجودة بالcirculation ديش دا أشوف في حالة leucocytosis والأكوت inflammatory response immature neutrophil لأنه قاعدة يصير اكو زيادة بتحفيز release of elwhite blood sear من البون مرو فبالتالي من راح تطلع هاي الwhite blood sear من البون مرو هي كلية راح تكون بعدها صغار immature مو ماخذ وقت كاف دي النوضج فبالتالي راح نشوف اكو immature neutrophil ويسموها the shift to the left prolonged infection also induced proliferation of precursors توكينز راح تحفز release of immature neutrophil لا في hyzochronic infection راح يصير اكو proliferation of precursors بال bone مرو شنية هي 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 عبارة عن الخلايا شون نقول stem cells الخلايا اللي بعدها مصير بيها differentiation راح يصير اكو stem relation لهاي الخلايا اللي هي الابية المسؤولة عن تاكوين كل الخلايا الموجودة بال bone مرو راح يصير بيها proliferation فبالتالي راح يصير اكو زيادة بال proliferation of كل cells وخصوصا اللي co site وهاي عادة ليش يصير اكو proliferation of precursors of white blood cell يصير بسبب ال production of coronial stimulating factor هذا coronial stimulating factor ينفرز في حالة prolonged infection فبالتالي راح يحفز precursors of leucocyte على انو يصير بيها proliferation من راح يصير اكو proliferation بالprecursors مع leucocyte راح يصير عندي leucocytosis اضاف الى انو ممكن القى عند الشخص هذا increased pulse pulse rate ما تيكون عالي دقات قلبة عالية وزيادة بال blood brush وايضا decreased sweating و rai gars و anorexia هاي كليتها علامات نشوفها عند الاشخاص عدهم acute infection اكيد شايفين انو شخص رايقر هو لمن يقوم يرجف خصوصا دول اللي يصخنون درجة كلش يعني مرتفعة توصل لدرجة حرارتهم يصير جسمهم كل ينخض اضاف الى يصير عدهم sweating يتعرقون كميكانزم على مود يخفقون درجة حرارة الجسم اضاف الى انو ممكن يزيد دقات الجلوب وال blood brusher مرتهم dissemulated intravascular coagulation و septic shock هاي جدا مهمة ممكن واحدة من الconsequences لل inflammation واحدة من systemic responses لل inflammation هي يصير اكو فتشي اسمه DIC او septic shock او DIC و septic shock ان severe bacterial infection اللي هي في حالة السبس هذا يسمو تسمم الدم لما يتكون اكو proliferating bacteria موجودة بالدم و اكو systemic inflammatory response يسموها sepsis في حالة severe bacterial infection موجودة بالدم large amount وايضا large amount of organisms and lipopolysaccharides in the blood راح يسوي stimulation production of enormous quantities of higher cytokines خصوصا tumor necrosis factor و interleukine 1 ال high level of tumor necrosis factor هو اللي راح يسوي دي DIC اللايπο polysaccharide وال tumor necrosis factor يسوي شنو يسوي induction لفتشي اسم tissue factor هذا tissue factor لما راح يصير ب induction expression of هذا tissue factor بال endothelial cells راح يصير عدي initiation لل coagulation هي عملية التخثر same agents inhibit natural anti-coagulant mechanism يعني هاي زيادة بال lipopoly saccharide وال tumor necrosis factor راح يسوي زيادة بال expression لهذا tissue factor اللي موجود بال endothelial cell فبالتاي راح يصير عندي initiation لل coagulation وبنفس الوقت هاي lipopoly saccharide وال tumor necrosis factor راح يسوي inhibition بال natural anti-coagulation mechanism عدنا ميكانزم نورمالي تمنع التخثر tumor necrosis factor وال lipopoly saccharide راح يسوي inhibition فمن راح يصير عندي coagulation هواية الجسم راح يصير بي قثرات هواية راح يعني راح يصير عندي خثرات بكل أنحاء الجسم كل البلد اللي موجودة بالجسم الطبعا عندنا حالة انه هاي السايتوكين بنفس الوقت راح tumor lecrosis factor وال lipopoly saccharide ممكن يسوي لي liver injury فبالتالي الشخص ما راح يقدر بعد يسوي glukose اللي هو ييجي من الجlycogen اللي موجود بال liver عندنا الover production of nitric oxide by cytokine activated cardiac myocyte and vascular smooth muscle cells leads to heart failure and lose of perfusion pressure respectively resulting in cardiogenic shock عندنا نوع من انواع الشوك اللي اسمها cardiogenic shock يكون الهار غير قادر على انه يضخ الدم لكافة انحاء الجسم هاي شون يصير في حالة acute inflammatory response يصير بسبب انه cardiac myocyte الخلايا العضلية الموجودة بالهار رح يسوي over production nitric oxide عن طريق stimulation of high myocyte by cytokines احنا cytokines طلع عندنا من inflammatory cells المختلفة يصير بها activation and vascular smooth muscle cells همي انا رح اطلع لي nitric oxide رح اديني الى heart failure اذا النتجة من cardiac myocyte اضاف الى انه رح اديني الى lose of perfusion pressure اذا صار nitric oxide من vascular smooth muscle cells وبكل الاحوال اذا صار عندي heart failure او صار عندي decrease بالperfusion pressure رح تكون النتيجة هي cardiogenic shock انه الheart غير قادر على انه يضخ الblood كافي لكافة انحاء جسم الانسان فهذا الترايد الثلاثي من الDIC ومن الheart failure ومن الhypoglycemia اللي شرحنا كل واحدة من عندهم شون يصير فهي هاي septic shock واحدة من الresponses systemic responses للinflammation المultiple organs show inflammation and intravascular thrombosis can lead to organ failure اذا مثلا عدنا اللفر صار بي thrombosis هواية بالblood vessels مالته شرح يصير رح يصير اكو خثرة بكل البلod vessels اللي موجودة بداخل اللفر فبالتالي ما رح يوصل دم كافي الهيباتيو سايت مختلفة فتموت يصير نكروسيس ويصير عندي liver failure فاذا صار عندي intravascular thrombosis والorgans المختلفة رح يصير عندي organ failure lung damage ايضا اكو نوع من انواع inflammatory reactions القوية اللي تصير ك response systemic response للinflammation رح يسوي لفتش اسمه adult respiratory distress syndrome اللي هي results when neutrophil mediated endothelial injury allows fluid to escape from the blood into the air spaces هاي شوية صعبة هنا اشي يصير انه neutrophil في حالة انه معدي severe inflammatory reaction وبالجسم كليته و neutrophil زايد بالجسم كليته يعني مثلا حتى لو شخص عنده severe burn يعني هو محترق يعني تعرض لحروق رح يصير عنده severe inflammatory response لانه هو تعرض جسم ايش abnormal فرح يصير اكو inflammatory response ضد هذا الشيء فهاي severe inflammatory response characterized by neutrophil تكون كلش عالية neutrophil اذا كانت يعني كلش عالية رح تجي على endothelial cells اللي موجودة يم ال alveoli باللنك اللي هي مسؤولة عن الغاز exchange اي صار اكو غاز exchange ما بين endothelial cells اللي هي موجودة بال arterials وال alveoli ال epithelial cells مال alveoli فإذا صار اكو damage لهاي endothelial cells وال cells مال alveoli رح يصير عندي damage مال اللنك لان هي اهم مكان اللنك اللي هو يصير بال air exchange او الغاز exchange تبادل ما بين اوكسجين وثاني اوكسيد الكربون هم رح ينضرب بسبب نيتروفيل فرح يصير عندي lung damage ويصير عندي فتشي اسم adult respiratory distress syndrome الكidney and the bowel are also injured largely due to reduced perfusion و septic shock is often fatal عادة يعني صحنا مثل ما اللنك صار بيها damage هذا المكان اللي يصير بال gas exchange ممكن الكidney هم يصير بيها damage نفس العملية انه صار اكون inflammatory reaction كلش قوية او الbowel همينا وعادة ان يكون هذا الانجري بسبب decrease بال perfusion ممكن شخص صار عنده cardiogenic shock او septic shock وقل الدم الواصل لها الورغان فممكن يصير بهم organ failure septic shock هو عادة يكون fatal يعني يكون مميت شخص يموت بسبب septic shock هو لما يعني كملخص لما يكون عندي DIC و hypoglycemia و cardiovascular failure وعرفنا انه شون يصيرون كل واحدة من عندهم هنا منه يصير عندي septic يعني انه perfusion بال tension فهذا الدم رح يكون كلش قليل الواصل لانحاء الجسم المختلفة مثلا كدني والبول رح يصير بهم injury اللنج ممكن رح يصير بها damage بسبب هاي septic shock لانه رح يصير عندي severe inflammatory reaction فبتالي رح يدمر المطاني يصير بي gas exchange ويصير عندي فتشي اسمه adult respiratory distress syndrome اضافة الى اي organ يصير به هذا thrombosis وهذا triad كليته رح يصير به organ failure thank you very much شوية المحاضرة هي صعبة وطويلة راد لها حفظ وفهم فياريس يعني يسعدوها اكثر من مرة لهم تضبطوها اذا عدكم اي سؤال جزولي شكرا جزيلا اشتركوا في القناة